مشاهد من يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء قابل للبيع لمساعدة عائلاتهم الفقيرة باتت حضرة بقوة في المشهد العراقي على الرغم من تصنيف العراق من بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية الهائلة وفي مقدمتها النفط فساد إداري ومالي تفشف المؤسسات وغياب للتخطيط وصراعات سياسية عكست بشكل كبير على الواقع المعيشي للفئات الهشة فسجل العراق نسبة فقر بمستويات مرتفعة قياسيا بالدول المحيطة الحكومة الحالية في العراق سابقاتها منذ عام 2003 تحاول بحلول يصفها مراقبون بالترقيعية معالجة نسبة الفقر التي تزداد يوميا بشكل كبير منها اتجاهها لتوسيع قائمة العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل الذين تشملهم شبكة الرعاية الاجتماعية والتي تشكل شريحة تستمر في التمدد بسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار تشير إحصاءات إلى أن نسبتهم باتت تتجاوز 25% اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت أن إجراءات توسيع قائمة من تشملهم مرتبات الرعاية الاجتماعية لا تعالج مشكلة الفقر والبطالة بل تشكل حلولا ترقيعية يمكن أيضا أن تلغى في أي لحظة بسبب الوضع المالي المتدبد في البلاد والاعتماد الكلية على النفط بدوره بيّن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن نسبة الفقر بلغت أرقاما غير مسبوقة وأن البطالة ارتفعت أيضا بالنسبة 14% وصولا إلى 4 ملايين شخص وعز ذلك إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وإلغاء الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد مطالبا بإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية ناشطون رأوا أن الحكومة لا تفكر في حلول شاملة ونهائية للفقر والبطالة والمشاكل الاقتصادية لأنها عجزة عن التفكير وتحاول تنفيذ إجراءات ترقيعية منها تقديم مرتبات بائسة في حين يفترض أن تستخدم الحكومة الموارد المالية الكبيرة التي حصلت عليها من بيع النفط بأسعار عالية في تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة منها المصانع المعطلة وليس صرفها لبضعة أشهر على الفقراء ترجمة نانسي قنقر